خمس مميزات في Canva بالزكاء الاصطناعي هتوفر عليك وقت ومجهود كبير وهتنقل تصميماتك من تصميم بسيط إلى تصميم احترافي معاكم منا محمود بشارك معاكم كل ما يخص صناعة المحتوى والتصميم والتسويق اشترك في قناة منا محمود وفعل الجرس علشان يوصل لك كل فيديوهات كورس Canva ميزة جديدة في Canva هتسهل التصميم لو لسه مبتدئ أو ما عندكش خبرة في التصميم بدل ما تبدأ تصميم من السفر أو تختار من الأوالب الجهزة تقدر تكتب وصف لفكرة التصميم و Canva هيصمم لك في ثواني أي تصميم هنفتح صفحة تصميم جديدة هنضغط على Create وهنبدأ نختار مقاس التصميم اللي احنا محتاجينه مثلا هاختار مقاس الانستجرام بوست هضغط عليه هيبدأ يفتح لي الإدتور هضغط على Design هلاقي مربع البحث هنا بنكتب أي فكرة تصميم احنا عايزينها بالتفصيل هبدأ أكتب البرومت كل ما الوصف واضح وزودت تفاصيل الألوان والخط والعناصر كل ما النتيجة هتطلع أفضل ممكن نستخدم شاجبتي في تحضير البرومت أنا هنا كتبت له أنا عايزة بوستر لإعلان كورس Canva ووضحت له إن أنا عايزة الألوان تكون زهية والخط يكون واضح وكمان ضيف لي icon و3D element داخل البوست بعد ما كتبت كده كل التفاصيل اللي أنا عايزها هضغط على Generate Design دي النتيجة اللي هو طلع حالي لو قفت كده على التصميم وضغطت على التلات نقط أقدر إن أنا أعمل Regenerate Design مثلا هضغط عليها كده ونشوف النتيجة التانية اللي هو هيطلع حالي دي النتيجة التانية اللي هو طلع حالي طبعا كل مرة بيطلع لي شكل مختلف وممكن من نفس البرومت مغيرتوش وطلع لي نتيجة مختلفة لو عجبني التصميم هضغط عليه هيدقي يضوف داخل صفحة التصميم أقدر أعمل تعديل على أي حاجة مثلا مش عجبني نوع الخط ممكن إن أنا أقف عليه وأبدأ إن أنا أضغط على الفونت وأبدأ إن أنا أغير نوع الخط مثلا اخترت نوع تاني ممكن إن أنا أغير الكتابة وأخليها مثلا باللغة العربية هنجرب برضو هل نقدر نكتب وصف باللغة العربية وهل هيديني نتيجة ولا لأ هكتب كده إنشاء بوستر عن أهمية الرياضة وهضغط على هفتح بيج جديدة وهضغط كده على الديزاين طبعا النتيجة طبعا مش مظبوطة في الخط بس كالصورة كويسة طيب هعمل تاني ونشوف برضو النتيجة هل هيزبطها لي أو لأ هفتح بيج جديدة وهضغط كده على الصورة علشان نشوفها هنا النتيجة كويسة باللغة العربية طبعا أقدر إن أنا أعمل أي تعديل وكمان هنا أنا ما ضفتش تفاصيل كتير في الوصف كل ما ضفت تفاصيل أكتر كل ما داني النتيجة أفضل كنفا كمان ضفت ميزة كمان كويسة بالزكاة الاصطنوعي بدل ما أنا بعد أدور في الأوالب الجهزة لغاية ما بوصل لفكرة التصميم اللي أنا عاوزها ممكن إن إحنا نكتب هنا برضو في صندوق البحث عن فكرة مثلا قالب أنا عايزة مثلا عايزة أعمل قالب عن التسويق فهكتب كده التسويق وهضغط على السهم هيبدأ يعمل سورش في الأوالب الجهزة وهيبدأ يكترح لي على حسب الكتابة اللي أنا كدبها له هنا مثلا هفتح كده بيج قدر إن أنا أستخدم مثلا القالب ده كده الميزة دي حلوة جدا هتساعدني في توفير الوقت وأنا ببحث في الأوالب الجهزة الميزة التانية أيكونات سلسية الأبعاد إزاي نضيف أشكال 3D ونتحكم في شكل الأيكونة والزوايا بتاعتها هفتح بيج جديدة وهضغط على elements هنزل هنا عند categories هلاقي 3D هضغط عليها هلاقي أشكال كتير كان في ضفتها في 3D icon مثلا هنا عندي الفود واللايف ستايل لو ضغطت على see all هيبدأ يظهر لي أيكونات تانية مختلفة هضغط كده عليه هيبدأ يضيف داخل التصميم بتاعي هنا في النص هبدأ إن أنا أشده كده بالشكل ده هيبدأ إن هو يحرك لي الايكون بطريقة سلسية الأبعاد بالشكل ده كده هنا في search نقدر نكتب أي شكل إحنا عاوزينه هو يبدأ يعمل لنا search عليه مثلا عايزة شكل الأبل فهضغط كده هيبدأ إن هو يظهره لي مثلا هضغط كده عليه وهبدأ إن أنا أضيفه داخل التصميم بتاعي مثلا صغر شكل الايكون دي كده أهو أبدأ إن أنا أضغط كده في المنتصف وأبدأ إن أنا أحرك شكل الايكون بالشكل ده كده طبعا أيكونات 3D بيتديني شكل احترافي أكتر للتصميم الميزة الثالثة تحويل الصورة إلى فيديو هنتعرف إزاي نحول أي صورة ثابتة إلى فيديو هنفتح صفحة جديدة وهنبدأ نروح على upload ونرفع صورة هبدأ أختار الصورة دي وهعلم كده على الصورة وهضغط على edit وهروح عند الماجيك ستوديو وهضغط كده على السهم لغاية ما يلاقي أيكونات الimage to video هضغط كده عليها طبعا الميزة دي في الخطة البرو هضغط كده على generate هيعمل لي مدة الفيديو 3 ثواني وهضغط على add video to design هيبدأ يضاف الفيديو داخل صفحة التصميم ودي النتيجة النهائية الميزة الرابعة copy style أداة ال copy style أداة لاغنة عنها لأي حد بيصمم على canva وعاوز يوحد التنسيق في ثواني هنبدأ نجرب أداة ال copy style هنضغط كده مثلا على text هنا في الشريط اللي ظاهر لي هلاقي هنا آخر أداة copy style هضغط عليها هي على شكل الفرشة هضغط كده عليها هيبدأ ياخد ال style بتاع الفونت ونفس اللون لو مثلا رحت كده على نفس التكست ده وضغطت كده عليها هيبدأ ان هو يحول لي التكست لنفس نوع الخط وكمان هيحولها لي لنفس size كل تفاصيل الخط هنا ضفها لي هنا أداة جديدة canva ضفتها لل copy style هي copy art style الفرق بينها وبين ال copy style ان ال copy style بننسخ لون أو خط لكن ال copy art style بننسخ style الصورة طب ازاي؟ هنروح كده مثلا على elements ونبدأ ان احنا مثلا نضيف شكل كده كتاب مثلا وهروح هنا كده في search وهكتب مثلا كده في search outline book مثلا هاختار الشكل ده عندي كتاب ملون وعندي كتاب تاني شكل outline طيب انا عايزة اخلي الكتاب outline ده نفس style او نفس الالوان بتاعت الكتاب الاولاني هضغط كده على element الاولاني هيظهر لي هنا في الشريط نفس شكل ال copy style بس copy art style وعندي copy basic style copy basic style دي في الخطة free اما copy art style هي في الخطة البرو نبدأ نجرب كده ونشوفها تبقى ازاي هضغط كده عليها وهروح للصورة التانية اللي هي الاوتلاين هضغط كده عليها وهنشوف تلوقتي هل هيحول لي نفس الشكل الاولاني للشكل التاني ولا لا حول لي الصورة الاوتلاين لصورة ملونة الميزة الخمسة تثبيت الخطوط ميزة بسيطة ولكنها بتوفر وقت كبير وبتخلي شغلك اسرع واسهل وخصوصا لو بتستخدم خطوط كتير في canva ازاي نسبت الخطوط هروح كده على تيكست وهبدأ ان انا اضيف اي تيكست كده ضفت كده تيكست بوكس وهعلم عليه وهروح على الفونت وهبدأ مثلا اختار مثلا نوع خط مثلا اختارت نوع الخط ده وعجبني مثلا فهقف كده عليه هلاقي ثلاث نقاط زهرالي هضغط كده عليها وهضغط على star font بمجرد ما ضغطت على النجمة هلاقي ان الخط بقى موجود في القايمة اللي فوق مش هحتاج كل مرة اعمل سيرش عن الخط او ان انا اكتب اسمه هنا في السيرش بوكس وافضل قعد ادور عليه بكده نكون اتعرفنا على خمس مميزات في canva هتغير طريق شغلك وتخليه اسرع اكتب لي في الكومنت اكتر ميزة عجبتك وهتفيدك في شغلك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان تتابع باقي كورس التصميم على canva وانتظروني في فيديو جديد اشتركوا في القناة